اشتركوا في القناة والدولية والطاقة دراسات الذي قدم لسموه كتاب اول الرؤى سلمان المعاد من قبل المركز والذي وثق العديد من المحطات والمنجزات التي تحققت بفضل الرؤى والاسهامات والمبادرات والبرامج الوطنية لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد ترجمة للنهج الذي ارساه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه من اجل ازدهار ونماء المواطن عبر الاستثمار فيه كونه محور النهضة والتنبية وعرب سموه حفظه الله عن شكره لسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد آل خليفة وتقديره للجهود المبذولة لاعداد هذا الكتاب والذي وثق لبراحل عديدة من العمل الوطني والانجاز في شتى المجالات مشيدا بالجهود التي يقوم بها مركز دراسات في مجال تعزيز البحوث والدراسات عبر اصداراته المختلفة في جميع المجالات وقال سموه ان الرؤى والانجازات ما كانت لتتحقق على ارض الواقع لو لا طموح الكوادر الوطنية التي نفذت الخطط والمبادرات باتقان وحب للوطن منوها سموه باهمية الاستمرار في البناء والعمل من اجل تحقيق التنمية المستدامة بما يعود بالخير والنماء على الجميع من جانبه اعرب سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن احمد آل خليفة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد على ما يليه سموه من اهتمام ودعم لمركز دراسات ليواصل مساعيه البحثية والعلمية بما يسهم في تعزيز دور المركز وتطويره على كافة الاصعدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر